أجمل التحيات أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا أكتواليا في أسبوع في هذه الحلقة سوف نتابع ونرصد أبرز التطورات السياسية والاجتماعية التي شغلتنا خلال الأسبوع الفائت سوف نطرح ونناقش مع ديوفنا مختلف المحاور للوقوف على تأثيراتها على الجمهور والأجندة العامة بمختلف المجالات وفيما يلي العنوين دور النساء العربيات بين السياسة والانتخابات أثر الفراشة ما الذي يؤدي إلى التغييرات في حالة الطقس تلعبات السلطات في توزيع قسائم البناء والردود عليها كما اعتدنا دائما نبدأ برصد آخر أخبار الأسبوع المحلية والعالمية من حولنا والتي تصدرت عنوينها مواقع الأخبار المختلفة ونبدأ معكم الخبر الأول من موقع بكرة بخبر يهم المجتمع العربي وعنوان يقول تعيين المديرة الجديدة لسلطة التطوير الاقتصادي استهتار بالمجتمع العربي وقرار لا يمت للمهنية بصلة وجاء في التفاصيل أنه انتقد عددا من المختصين والناشطين والخبراء تعيين الوزيرة جيلا جاملئين للمديرة الاستراتيجية في وزارتها ليرون هانت في منصب مديرة سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي واعتبروه تعينا سياسيا في الدرجة الأولى وعلى الرغم من أنه قد تقدم لهذه الوظيفة عشرات الكفاءات العربية إلا أن الوزيرة جاملئيل قررت تجميد الوظيفة لمدة عامين ثم عادت قبيل الانتخابات إلى تهميش وإقصاء العرب من خلال تعيين موظفة ليست من المجتمع العربي كمديرة لسلطة التطوير الاقتصادي إضافة إلى أنها لم تتشاور مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية التي تتعامل يوميا مع سلطة التطوير الاقتصادي وباقي المكاتب الحكومية وخبر آخر من موقع عرب 48 وعنوان يقول إسرائيل تطلق صراح الأسير صدقي المقد وبحسبه فقد أطلقت سلطة السجون الإسرائيلية صراح الأسير صدقي المقد صباح يوم الجمعة كما تم إطلاق صراح الأسير أمل فوزي أبو صالح مساء يوم الخميس وأنه في طريقه إلى مجدى الشمس وقال بيان صادر عن سلطة السجون الإسرائيلية أنه استكمالا لقرار الحكومة وبالتنسيق مع الجيش فقد جرى يوم الخميس إطلاق صراح الأسيرين قبل انتهاء محكوميتهما وعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الحكومة صادقت على إطلاق صراح أسيرين سوريين كبادرة سياسية وحسنية عقب استرداد جثة الجندي زخرية باومل من سوريا إلى إسرائيل وننتقل إلى خبر من موقع بي بي سي العربية يلخص مجريات الأسبوع الفائت يقول عنوانه واشنطن مستعدة لمفاوضات جادة دون شروط مسبقة مع إيران وجاء فيه أن الولايات المتحدة مستعدة للإنخراط بدون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران بعد أن تبادل البلدين الهجمات وبررت الولايات المتحدة في خطاب إلى الأمم المتحدة قرارها اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بأنه دفاع عن النفس وردت إيران على الإغتيال بشن هجمات صاروخية على قاعدتين جويتين في العراق توجد فيهما قوات أمريكية وقالت تهران للأمم المتحدة أيضا أن عملها كان دفاعا عن النفس وخبر آخر من موقع معاريف يتحدث عن قضايا رئيس الحكومة الإسرائيلية من يمين نتنياهو وإقامة لجنة الكنيسة التي سوف تبط في طلب حصانته وعنوان يقول الليكود يقول للمستشار القضائي للكنيسة لماذا لم تلغي نفسك ننتظر إجابتك وجاء ذلك على خلفية استعداد المحامي أيال يانون تقديم وجهة نظره بموضوع صلاحيات رئيس لجنة الكنيسة التي سوف تناقش طلب حصانة نتنياهو وكان حزب الليكود قد نشر بيان عن حقيقة ورود اسم يانون في قائمة الشهود ضد رئيس الحكومة إضافة إلى أن زوجة المحامي يانون كانت ممن قدموا لوائح الاتهام ضد رئيس الحكومة ونشروا ما مضمونه أنهما موجودان في تضارب مصالح خطير يجبرهما على إلغاء نفسيهما بشكل فوري من معالجة شؤون رئيس الوزراء والخبر الأخير من موقع سكاي نيوز العربية وعنوان يقول صدمة في العائلة الملكية وبحسب مصدر ملكي فإن الأسرة الملكية البريطانية تشعر بالألم وخيبة الأمل بسبب إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان بأنهما سيتنحيان عن أداء مهامهما وسيمضيان مزيدا من الوقت في أمريكا الشمالية هذا وقد فاجأ إعلان هاري وميغان الملكة إليزابيت جدة هاري ووالدة الأمير تشارلز ولي العهد لأنه لم يتم التشاور معهما قبل ذلك وقال الأمير هاري أنه بعد أشهر من التأمل والمناقشات قرر الزوجان أن يصنع لنفسهما دورا تقدميا جديدا بالتخلي عن المهام الملكية وتقسيم الوقت بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية لإعطاء أسرتهما المساحة التي تحتاجها إلى هنا كان الرصد الصحفي للأخبار المحلية والعالمية ونبدأ معكم في أولى محاورنا حيث تقترب المعركة الانتخابية من إحدى قمامها ألا وهي تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية وفي هذه الفترة فإن الأحزاب مشغولة بتشكيل التحالفات النهائية لخوض الانتخابات الثالثة تعالوا بنا نشاهد سويا هذا التقرير عن إمكانية خوض الانتخابات من خلال التحالفات أظهر استطلاع للرأي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية أن تحالفات السياسية المتاحة خلال الأسبوع المتبقي على إغلاق باب ترشيح القوائم لانتخابات الكنيسة لن تعزز من قوة المعسكرات السياسية وبحسب نتائج الاستطلاع سيحصل تحالف كحولفان على خمسة وثلاثين مقعدا وسيحصل حزب الليكود على ثلاثة وثلاثين مقعدا وتحافظ القائمة المشتركة على قوتها وستحصل على ثلاثة عشر مقعدا فيما سيحصل حزب إسرائيل بيتينو على ثمانية مقاعد وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الإسرائيلي الأخير تقاربا كبيرا في النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة الأمر الذي يهدد باستمرار الأزمة السياسية في تشكيل حكومة إسرائيلية ومن بعد هذا التقرير نتابع معكم أولى اهتماماتنا التي تترأس شؤون الانتخابات حول تمثيل النساء فعلى الأغلب بكل جولة انتخابات لا يتجاوز عدد المشاركين فيها النصف بكثير على الرغم من أن نصف الناخبين أو أكثر هم من النساء والتوقعات تشير إلى أنه مع زيادة نسبة المصوطات من الممكن أن تقلب المرأة المعادلة لصالحها وفقط حينها من الممكن أن نرى تغيير واضح للخارطة السياسية للوقوف على أهمية دور المرأة السياسي وتأثيرها الريادي على الترشح والانتخاب نرحب بضيفتين عضو الكنيسة هيبا يزبك من القائمة المشتركة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي والمرشحة في القائمة المشتركة صندو الصالح عن الحركة العربية للتغيير أهلا وسهلا فيكم النائب هيبا يزبك شفنا التقرير سوية هل فعلا ستكون النتائج للانتخابات الثالثة مقاربة للانتخابات في المرحلة الثانية أو الدورة الثانية؟ يعني لم تحصل تغييرات جذرية وجدية في الخارطة السياسية الإسرائيلية عموما لتتغير الحالة أو التوزيع في المعسكرات المختلفة في داخل الخارطة السياسية الإسرائيلية عموما وكذلك الأمر نحن نرى أنه في داخل مجتمعنا العربي على الأقل لن يحصل هبوط هذا نشاهد وهذا نرى هذا نلمسه الاستطلاعات لم تبدأ الحملة الانتخابية والاستطلاعات تعطينا 13 مقعد وهذا أمر هام جدا وهذا أمر إيجابي وهذا أمر محفز ويعطي حافز هام لنا كقائمة مشتركة ولجمهور المصوتين للخروج والتصويت وزيادة نسبة التصويت هذه المرة نحن نستطيع أن نحقق وأن نصل ل 15 مقعد نحن نعول على هذه الانتخابات الثالثة لزيادة قوة القائمة المشتركة تعزيز مكانة القائمة المشتركة داخل مجتمعنا وتأثيرها على العمل السياسي عموما في البلاد طبعا هذا ما نتمنى السيدة سندو الصالح للمرة الثالثة أنت تخذين التجربة يعني التجربة الانتخابية وأنت في سنة واحدة وهيكي حبي نسمع منك أكثر عن تجربتك يعني واستعدادك لهذه المرحلة المقبلة وهل تتوقع أنه رح يكون فعلا هاي المرة في زيادة في التمثيل للنساء طبعا إعادة الانتخابات للمرة الثالثة في نفس السنة يدل على خلل في المنظومة السياسية بشكل عام المعطيات تشير كما يبدو لتثبيت الأزمة السياسية ولكن المعطى المبشر والمفرح هو بداية القائمة المشتركة تبدأ مع 13 مقعد هذا يقول أن هذا بمتنول اليد على الأقل أن نحافظ على المقعد الموجودة الآن في القائمة المشتركة وهي 13 مقعد هذا يعني أن أمامنا فرصة إضافية لزيادة تمثيلنا أكثر كيفا وكما زيادة التمثيل في القائمة المشتركة وأيضا فرصة لزيادة التمثيل النسائي ضمن القائمة المشتركة وبالتالي تغيير ملامح الواقع السياسي والخارطة السياسية لنا كشعب كقضايا اجتماعية وقضايا سياسية تجربتي في السنة الأخيرة تؤكد على أهمية مشاركة النساء أكثر في اتخاذ القرار ليس فقط في الانتخابات وليس فقط كمصوتات ومشاركات في عملية الاقتراع وإنما كشركات في تغيير الواقع السياسي والواقع الاجتماعي في جميع المجالات التي نحياها طبعا دور المرأة كتير مهم النائب هبا يزبك يعني كل قضية انخراط المرأة ودورها الريادة في العملية السياسية ما هي برأيك أهليات الحمل الانتخابي المتوفرة حاليا بأيديكم وأيضا بأيدي القائمة المشتركة التي تعتمدها لزيادة ومضاعفة التمثيل النسائي في الفترة المقبلة أولا أي تعزيز وزيادة بقوة القائمة المشتركة سيعني تعزيز وزيادة التمثيل النسائي المقاعد الـ 14 والـ 15 تشغرها النساء طبعا السيدة سند الصالح وإيمان خطيب إيمان ياسين وهذا يعني أنه أي زيادة في قوة القائمة المشتركة ستعني زيادة في قوة التمثيل النسائي وهذا ما نصبه إليه وهذا ما نريده هناك معطى هام جدا ويجب أن نشير إليه أقل نسب تصويت هي نسب التصويت بين النساء وبين الشباب وهذا نلاحظه في الحملات الانتخابية وفي نسب التصويت المتعاقبة ونحن سنعمل في هذه الحملة الانتخابية بشكل خاص لرفع نسبة التصويت في أوسط النساء وفي أوسط الشباب النساء عندما ترى أنه هناك مجال أكبر لدعم وجود نسائي أكثر أن وجود النسائي يعني زيادة القدرة على طرح قضايا النساء زيادة القدرة على طرح صوت النساء وهموم النساء ومشاكل التي تعاني منها النساء وتكثيفه أيضا في الحقيقة العام والسياسي طبعا تماما فبالضرورة يعني أنا أعتقد أن وجود النساء في المواقع 14 و15 سيكون حافز للنساء للخروج للتصويت أكثر لدعم وجود النساء في داخل الكنيسة في داخل البرلمان لتمثيل شريحة النساء والمجتمع عامة طبعا نحن كنساء عضوات كناسة وعضوات برلمان نحن نعمل في جميع القضايا المجتمعية وفي حال نحن نعمل في جميع القضايا التي تخص شعبنا وتخص مجتمعنا طبعا وليس فقط النساء ولكن حتى اليوم نحن لازلنا نرى أن نحن كنساء المهتمات بالأساس بقضايا النساء نحن نريد أن نرى الرجال أيضا أعضاء البرلمان مهتمون أيضا بقضايا النساء ولكن حتى هذه اللحظة هذا يعني لا يتم بالشكل المرضي ونحن نريد هذا تغيير مجتمعي طبعا هذا تغيير مجتمعي نحن نستطلع إليه ونحن نعلم أنه سيأخذ بضع سنوات وبضع من الوقت والجهود ولكن في الوقت الحالي نعم القضايا النسائية والنسوية تطرح من خلال النساء وبالتالي نحن سنعمل وسنكثف عملنا في الحملة الانتخابية القادمة ما بين أوساط النساء والشباب طبعا هذا مهم جدا سندوس طبعا أنت خطي التجربة الانتخابية على مدار هذا العام وذكرت أنه هي تجربة غير سهلة وتتطلب كثير من الجهود هل هناك حسب رأيك برامج لإعداد مرشحات كفؤات لخوض الانتخابات هل هذا ما يكفي من الجهود أم يجب أيضا مضاعفتها والعمل عليها أكثر بداية أضم صوتي لزميلتي هيبا وجود نساء في المقعدين 14 و15 هو محفز لخروج الناس وخاصة النساء أكثر للتصويت وأيضا أنه النساء هي الصوت القوي للقضايا النسوية وقضايا نسائنا بشكل خاص في نساء شعبنا والنساء أيضا أكثر ديراني ومعرفي أيضا أنا دايما أؤمن أن المرأة تحضر بعد إضافة في إدارة الأزمات والصراعات الاجتماعية والسياسية وكل إدارة الأزمات فأنا أؤمن بوجود النساء في كل الحقول ولسيما الحقل السياسي الذي تتخذ به قرارات وإسقاطاتها نعيشها في حياتنا اليومية وفي تفاصيل حياتنا اليومية نحن النساء نتطلب من أنفسنا أكثر تمكن ووجود مؤهلات أكثر من أجل أن نخوض تجربة السياسة ولكن نحن نملك نساء مع كفاءات عالية لتتبوى مناصب سياسية واجتماعية وأن تكون في كل المناصب الإدارية من أجل النهوض في مجتمعنا ومن أكثر وجود نساء أكثر في السوق الأكاديمي في السوق العمل في السياسة من شأنها يغير واقعنا كمجتمع لا يوجد هناك دورة تأهيل من أجل أن أكون سياسية أو مجتمعية أعتقد أن واقعنا الذي نعيشه نحن كمجتمع مكموع يميز ضده يواجه مشروع إفقار يواجه سياسة تمييز وتهميش وقوانين عنصرية متتالية بطبيعة الحال نحن نولد أفراد مقاومين لهذا الواقع ومناضلين من أجل تغيير هذا الواقع ونحن كنساء نحن الشريحة الأكثر تضررا والأكثر سعيا لتغيير هذا الواقع فالواقع بطبيعة الحال ينشئ نساء تريد تغيير هذا الواقع تندمج بشكل طبيعي في العمل السياسي لكن ينقصنا الجرأة أكثر بقليل من أجل فعلا أن نشارك فعليا في الدخول للمعترك السياسي والمشاركة في اتخاذ القرارات طبعا هذه النقطة سندوس الجرأة هي نقطة كتير مهمة نحن لم نؤشر ولم نقول أن هناك نقص في وجود المرشحات الكفؤات نحن نعلم أنه اجتمعنا مليء ووافر بالكثير من القدرات النسائية الرائعة والمميزة ولكن أود التوجه للنائب هبا نائب هبا طبعا هل يمكننا القول أنه بعد انخراط المرأة سياسيا في الحقل السياسي في الكنيسة الإسرائيلي يمكننا القول أن المرأة العربية أخذت حقها في تغيير ما أراد التغيير والتأثير عليه أخذت حقها طبعا لا لم تأخذ حقها وليس فقط على سعيد التمثيل السياسي في جميع المجالات الحياتية نساء العربيات يأخذوا نضال طويل على مدار سنوات طويلة وعقود طويلة حتى وصلنا لهذه اللحظة نحن فقط قبل عشر سنوات فقط في 2009 أصبح لدينا تمثيل لنساء من قبل أحزاب وطنية عندما دخلت حنين زعبي كأول ممثلة في العقد الأخير طبعا لازمنا نتحدث عن ظاهرة جديدة في طور التشكل بهذا المفهوم وحتى كتمثيل من خلال القائمة المشتركة الآن في القائمة المشتركة موجودة أنا وزميلتي عادة طول ما سليمان نحن أيضا نساء تنتين نمثل جمهورنا نمثل شعبنا نمثل جمهور المصوتين هذا غير كافي طبعا هذا يحتاج عمل يحتاج جهود ولكن وصولنا لهذه النقطة هو أيضا بحد ذاته إنجاز نحن نراه أيضا كإنجاز نحن نعمل أن نعلم جيدا وندرك أن العمل السياسي تحديدا هو عمل محكوم لأنظمة ذكورية هو عمل محكوم لتوجهة ذكورية ولمبنى ذكوري ويضع عديد من العراقيل أمام النساء للتطور والتدرج في سلم السياسة والمواقع مواقع صنع القرار تحديدا نحن نرى أنه كلما تدرجت وصعدت أكثر في مواقع صنع القرار كلما قلت نسب وأعداد النساء الموجودات في هذه المواقع وهذه المناسب فعمليا هذا يعني وجود نساء الآن ممثلات عن جمهورنا عن شعبنا عن مجتمعنا من خلال القائمة المشتركة في داخل الكنيسة هو إنجاز وجود النساء أيضا في السلطات المحلية حتى لو أنه العدد لا زال ضئيل جدا هو أيضا إنجاز وصول نسائنا لجميع مواقع صنع القرار في داخل مجتمعنا هي تعتبر إنجازات لأنها لم تأتي من تلقاء نفسها إنما هي أتت كجزء من مصار طويل من النضال ومن المطالبات ومن العمل أمام الجهات المختلفة المجتمعية والسياسية المختلفة طبعا من أجل وصول النساء واختراقها لهذا الحيز المغلق للرجال على مدار سنوات طويلة هل هذا يكفي هذا لا يكفي النضال مستمر والمطالبات مستمرة والعمل مستمر لأجل زيادة تمثيل النساء في جميع مواقع صنع القرار كانت في كناست ولا في لجنة متابعة ولا في سلطات محلية ولا في كل هيئة أخرى طبعا هذا مهم جدا نحن نتمنى أن نرى المزيد والمزيد والأكثر أيضا النساء المنخرطات في هذه الحقول التي ذكرتها سندوس نحن نحكي عن كل قضية انخراط النساء في العملية الانتخابية وذكرت النائب هيبا أن أقل نسب تشارك في الانتخابات وفي التصويت هي نسب الشباب والنساء لماذا؟ مع كل هذا التطور يعني هناك نرى أنه وليم كنا تجاهل التناقض أنه في رغبة ما بين الرغبة المجتمعية في انخراط النساء في الحقل السياسي وما بين ما يحدث على أرض الواقع من حيث المشاركة في التصويت ما هي الأسباب لذلك؟ مشاركة النساء في العمل السياسي يعتمد على كل منطقة أو كل تبعيات لفئة معينة من النساء أو الشباب هذه مسؤوليتنا في القائمة المشتركة أو كأحزاب وحركات سياسية من أجل رفع الوعي لكل الفئات المشاركة والتي يجب أن تشارك في تغيير هذا الواقع النساء في مشاركتها في السياسي تشبه نسبتها في الاندماج في السوق الأكاديمي في الانخراط في العمل هي تعاني من معيقات أكثر وهي الشريحة المتضررة أكثر من الواقع الذي نحياه والتي أمامنا تحد من المرأة أكثر في الخروج للأكاديميا في الخروج للعمل وأيضا في المشاركة السياسية نحن كمجتمع كشعب يعاني من واقع سياسي واجتماعي مركب جدا ما زال هناك خيبة أمل من هذا الواقع السياسي لا شك أنه نسبة التصويت الأخيرة في الانتخابات السابقة في شهر تسعة هي فسحة أمل لنا كقائمة مشتركة كأحزاب سياسية ناشطة في تغيير هذا الواقع لكن هي غير كافية علينا أن نوجه خطاب أكثر لفئة الشباب لدمجها أكثر في المسار التغيير السياسي والمجتمعي وأيضا خطاب يوجه أكثر لنساء في مجتمعنا نساء شعبنا تحاكي قضايا النساء أكثر وأنا على ثقة وجود نساء أكثر ووجود خطاب نسوي أكثر في القائمة المشتركة حتى عن طريق نواب ذكور في العمل السياسي يستقطب أصوات من النساء من شريحة النساء أكثر ومن شريحة الشباب أكثر هذا مسؤولية علينا في توجيه خطاب لهذه الفئات من أجل أن نرفع نسبتهم في التصويت والمشاركة السياسية طبعا مهم جدا النائب هبة نحن نذكر الكثير من القضايا التي تستحوذ على اهتمام النساء وقضايا المرأة وهموم المرأة مثل ما ذكرت سيدة سندس كل قضية انخراطهم في سوق العمل وانخراطهم أيضا في العمل السياسي وأيضا في السلطات المحلية على الرغم من المؤشرات المرضية نوعا ما ولكن دائما دائما يلوح بالأفق التعبير أنه غير كافية وهي لا تكفي ما هي أهم القضايا النسائية التي تستحوذ على اهتماماتكم أيضا كنساء برلمانيات على الساحة البرلمانية والتي يجب حسب رأيكم العمل عليها في الكنيسة نعم يعني قضايا مختلفة أولا وهذا مهم التأكيد عليه نساء شعبنا يعانوا مثلهم مثل رجال شعبنا من سياسات عامة سياسات عنصرية سياسات دولة موجهة ضدنا كشعب وكمجتمع والنساء هن الأكثر تضررا من هذه السياسة العنصرية بمعنى إذا أخذنا الأجور سلم الأجور نجد أن نساء العربيات هن الأقل أجرا الأجور التي يتقادوها هي الأقل قيمي في داخل البلاد على سبيل المثال وهذا يتعلق بخلق فرص للعمل بالتقوية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للنساء قضية النساء والعمل هي قضية مركزية برأيي وهي قضية علينا أن نستمر بتعزيزها وبتمكينها وجود النساء في سوق العمل والتعزيز الاقتصادي للنساء يعزز أيضا من مكانة النساء في داخل المجتمع في داخل العائلة وفي داخل الحيز العام بالتالي هناك قضايا مختلفة علينا أن نستمر بالعمل عليهم من أجل تمكين وتعزيز مكانة النساء ولكن أنا شخصيا وضعت وأضع كأولوية كل ما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء العنف على أشكاله طبعا وكل ما يتعلق بدمج النساء بسوق العمل وأنا أراها قضايا مترابطة قضايا يوجد علاقة مباشرة فيما بينها يعني نحن رأينا أنه على سبيل المثال نحن نتحدث الآن على هذا الوضع السياسي العالق وكم هو يؤثر على فئة المستضعفين والمستضعفات وبالذات النساء نحن رأينا وأنا تحدثت عن ذلك أيضا في الهيئة العامة للكناسة عدم تمرير ميزانيات بملايين الشواقل للأطر التي تعنى بمعالجة العنف ضد النساء هذا بحد عينه عنف أيضا ضد النساء يعني النساء لا يكفي أنها تعنف لا يكفي أنها تعاني من عنف مجتمعي وعائلي وما إلى ذلك والآن هو عنف سياسي تماما لا يتم تمرير أضعف الإيمان وهو الميزانيات للمرافق التي تعمل لتدعيم النساء الموجودات في حالة عنف فعمليا أنا أعتقد أنه قضايا العنف ضد النساء والعنف المجتمعي عامة ولكن فيما يتعلق بالنساء قضايا العنف وتخليص النساء من العنف العائلي تحديدا وبالإضافة وبالموازة لقضايا دمج النساء في سوق العمل هي قضايا تشكل من ناحية أولوية لرفع وتعزيز مكانة النساء في داخل المجتمع قضايا مهمة جدا السيدة سندس طبعا كل قضية تعزيز العمل على هذه القضايا أنت شاركت هذا العام في ندوات وفي مؤتمرات وفي مشاركات وأيضا لقاءات مباشرة مع النساء ما هي الهموم النسوية التي نقلتها لك النساء وطلبت منك العمل عليها والتأكيد عليها حالة وصولك للبرلمان طبعا نحن نحكي عن قضايا العنف وسوق العمل هي قضايا العامة الموجودة والتي تمس كل امرأة موجودة في مجتمعنا ولكن هناك أيضا الصوت الشخصي الداخلي الذي يصل مباشرة لمرشح الجمهور طبعا قضايا شعبنا ومجتمعنا هي نفسها القضايا التي تهكي الهمها نساء شعبنا لكن بالأكثر هو فقدان الإحساس بالأمان المرأة العربية أكثر تفقد الإحساس بالأمان بالحيز العام ذلك علينا أن نعمل على توفير الإحساس بالأمان في البيئة في الحيز العام وأيضا في الحيز الخاص الوضع الاقتصادي طبعا أكثر من 50% من العائلات في المجتمع العربي تقبع تحت خط الفكر وذلك في ظل وجود أكثر من 60% من النساء غير مندمجات في سوق العمل فتغيير الواقع الاقتصاد نحن نعول على اندماج نساء أكثر في سوق العمل من أجل أن ننهض في اقتصاد مجتمعنا والشعب لأن الوضع الاقتصادي الصعب هو الدائرة تؤدي أيضا إلى بطالة أكثر إلى عنف أكثر إلى جانب السياسات التي تعنى بوجود هذا الواقع المشوه والمركب وجود فقر بطالة وأيضا عنف طبعا الهم اليومي والهم القومي هو يشغل اهتمام نسائنا لكن أكثر الوضع الاقتصادي الاندماج في سوق في الأكاديميا بشكل عام لنسائنا وأيضا لشبابنا والتحديات التي تقف أمام طلابنا وطالباتنا في المصارات الأكاديمية في البلاد وأيضا خارج البلاد هي هموم شعبنا العربي بأكمله النائب هي بيزبك كلمة أخيرة للمصوتات النساء دعوة للتصويت والمشاركة والانخراط فعليا في الانتخابات المقبلة يعني دعوة الأساسية للنساء هي الخروج والتأثير التصويت هي عملية تأثير أيضا تأثير على الواقع تأثير على السياسات العامة تأثير على مكانتنا أيضا كفلسطينيين في هذه البلاد وتأثير على مكانة النساء أيضا أنا أدعو النساء للخروج والتصويت بشكل فاعل هذا يعني زيادة قدرتهم على التأثير هذا يعني زيادة قدرتهم على الخيار أيضا هم يخرجنا أيضا ليختاروا من يمثلهم في هذا الحيز السياسي بالتالي أنا أدعوهم للخروج للتصويت خاصة أن هذه المرة أمامنا فرصة ليس فقط لزيادة تمثيلنا السياسي إنما أيضا أمامنا فرصة حقيقية وتاريخية أنا أعتبرها أيضا لزيادة تمثيلنا النساء في داخل البرلمان أنا أدعو النساء للخروج ودعم القائمة المشتركة النائب هبا يزبك والسيدة صند الصالح من القائمة المشتركة مرشحة والنائب هبا يزبك من القائمة المشتركة أيضا عن حزب التجمع الوطن الديمقراطي شكرا لكم على هذه المداخلة القيمة وكل التوفيق في المسيرة الانتخابية القريبة شكرا إما إلى هنا كنا مع ملف المحور السياسي والآن ننتقل وإياكم إلى محور يتحدث عن موضوع يفرد حالة الطوارئ على البلدات العربية والبلاد بأسرها بل والعالم قاطبة ونقصد به التغيرات التي يمر بها الطقس والتأثيرات والتدعيات التي تتسبب بها هذه التغيرات على البيئة والأحوال الجوية تعالوا نتابع سويا هذا التقرير حول التغيرات في حالة الطقس التي شاهدناها في الأون الأخيرة أمطار غزيرة غير مسبوقة تشتاح المدن الساحلية مسببة فيضانات وسيول أدت إلى غمر شوارع أو بناء تحتية في حيفا والبلدات الساحلية المجاورة لها مخلفة أضرار مادية جسيمة اليوم كل الأمطار التي كانت وكأنها محبوسة تفجرت وانهالت دفعة واحدة نعم أضف إلى هذا أنا أتصور أنه امتداد الأبنية وامتداد الشوارع وكلها تمنع امتصاص المياه بالتالي أصبحت هذه المياه تتجمع يعني اليوم كما نلاحظ الوضع في حيفا على سبيل المثال المياه التي تتساقط في مركز الكرمل قد تتضحرج ولا تجد لها مكانا للامتصاص حتى تصل إلى المدينة التحت وفي حيفا فأنه طول نحو 100 مليمتر من الأمطار خلال ساعات قليلة أدى إلى تشكل سيول وفايضانات عارمة تسربت إلى داخل البيوت والمحلات التجارية مخلفة خسائر مادية فيما وقع ضرر الأكبر على الأحياء العربية في المدينة التي تعاني جراء سوء البنية التحتية وشبكة تصرف المياه فيها مقارنة مع الأحياء اليهودية من الصبح وأنا بنشان يعني بقى حفب المي لأنه فاتت علي المي من طريق المجاري قلت لك من طريق المجاري صارت المي ترجع برجوء أنا وراء بدل ما تأخذ المجاري صارت المي ترجع برجوء لأنه ما عادتش تلحق البركي بركي كبيري وموسيري كبيري بس لأنه ميت الشتاء كله مربوطة مع المجاري هيك عندنا هوني أغلب حي واد النس ناس كل الأسطوح حطين لك المجاري مع ميت الشتاء كله مع بعض فبعدش يلحق المجاري بتصير البيوت الواطية بتتغرق الحارة بالواد بالذات يعني بدأ بعد ترتيبات من بنية تحتية ولا غيره وغيراته ورئيسة البلدية اليوم هم تحكي أنه بدأت تعطي تحط نظرة خاصة لهذه النس ناس ونتأمل أنه تعمل إشي لتضبطه وفي ظل استمرار الأجواء العاصفة حتى مساء الجمعة تواصل سلطات الإنقاذ إطلاق تحذيراتها للمواطنين خشية تعريض حياتهم للخطر بسبب قوة السيول التي أودت بحياة سبعة أشخاص من العرب واليهود منذ بداية موسم الشتاء الحالي لا يمكننا تجاهل قوة الطبيعة أو إنكار سيطرتها وتفوقها علينا فباستطاعتها التسبب بكثير من المآسي والمشاكل إذا ما ثارت ثائرتها وفاقت قدرات الإنسان ومن بين إدعاءات نقص المياه وصلوات الاستسقاء وجدنا أنفسنا بحيرة تامة وعلى ضوء الأحداث المؤسفة الأخيرة نتيجة السيول والفيضانات التي تعرضت لها بلداتنا العربية والتردي في أليات السيطرة وعجز البنى التحتية بات البعض يدعو بأن تتوقف السماء عن المطر عن سلسلة التغييرات البيئية وتداعياتها التي شاهدناها وتبعناها هذه الأيام نص تضيف الخبير في علوم الفضاء وحالات التقس الدكتور عبدالله خطبة والمهندس مصطفى أبو رومي الخبير في البنية التحتية أهلا وسهلا بكم أهلا بك دكتور عبدالله طبعاً نحن نحكي عن ظاهرة جديدة علينا في البلاد لأول مرة في البلاد نحن نشهد حالة من الذهول والهلع بين الناس على أثار الفيضانات والسيول وكميات أمطار نحن نبارك هذه الكمية ولكن إلى ماذا تشير هذه التغييرات هل هذا تأثير طبعاً ناتج عن أفعال الإنسان الذي نعكس سلباً علينا نعم في الحقيقة نحن نحذر أو جميع وكالات العالم تحذر منذ عشرات السنوات بأن ما يحدث من انبعاثات غازية للغلاف الجوي سيحدث تأثيرات مدمرة على الكوكب في الحقيقة توقعنا قبل خمس أو ست سنوات توقعنا أن مثل هذه الأمور ستبدأ بالحصول بعد خمسين إلى مائة سنة لكن المفاجأة أن ما يحدث مبكر جداً جداً يفوق كل التوقعات وهذا يجب أن يضيء الضوء أحمر كبير الآن خصاً للدول المنتجة أو الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين ما يحدث لدينا نتيجة ما يحدث على مستوى الكوكب الآن فوق أوروبا هناك مرتفع جوي أوروبا شهدت أمر لم تشهده منذ سنوات رأس سنة وعيد ميلاد من دون ثلوج أو أمطار درجة حرارة مرتفعة بينما هنا في الشرق الأوسط نشهد حضور كميات هائلة من الأمطار هناك تغيير واضح للجميع على مستوى الكوكب ككل أستاذ مصطفى طبعاً نحن شاهدنا مناطق كثيرة من البلدات العربية التي تعرضت لضرر وشهدنا عجز البنى التحتية ومقارنة بذلك أيضاً شهدنا المناطق اليهودية مثل تل أبيب وما حدث هناك وحيفا ونهرية ونحن لا نوجه الاتهام هنا لأي سلطة منهن ولكن إلى ماذا يشير هذا الوضع؟ هل هذا يعني أن هذه السلطات لم تكن جاهزة أو مستعدة لهذا السيناريو؟ بساء الخير ولكي ولكي لجميع المشاهدين بشكل عام جاهزية الدولة لأحوال الطوارئ غير موجودة يعني فيه عندنا غير جاهزية لأحوال الطوارئ ومنخذها حتى بالناحية تاريخية قبل كم سنة كانت عاصفة ثلجية في القدس تعدت يومين أقسام كبيرة من القدس بدون كهرباء يومين الكرمل أي شتاء صغير تفيد كل بلاد فلذلك عدم جاهزية الدولة كلياتها بالإضافة للقرى العربية والقرى اليهودية والقرى العربية أكثر بكثير من القرى اليهودية وأنا باجع عليها ولكن إذا بنيجي على كمية الشتاء اللي نزلت خلال الأيام الماضية نزلت حوالي 150% حتى الآن صلحني دكتور إذا أنا غلطان من المعدل اللي موجود بسقط لهذه الفترة إذا نزلت في حيفا أو منطقة الشمال حوالي 100 مليمتر في اليوم بنيجي إحنا نعمل إحساباتنا حسب البنية التحتية على 20 أو 30 فالسعة لكل البنية التحتية لا تستوعب هذه الكميات من الأمطار بالإضافة لذلك الحكومة وسياسة الحكومة والسلطات المحلية عامة لا تعيير أهمية وبتحط البنية التحتية بسلم أولوياتها ليش؟ لأنها تحتية الأرض الناس ما بتشوف فبتشوف اللي فوق البنباني الجناهن فتهتم أكثر فمش موجود بسلم الأولويات القضية الثالثة إنه عدم وجود قوانين اللي خلينا تفرض على السلطات المحلية إنه تنفذ الخطط اللي هي مدروسة وتتجاوب مع التغيرات اللي بتصير العشي الثالث فيش مراقبة مين براقب هاي الأشياء فيش أي مراقبة هاي بكشكل عام في الدولة في الوسط العربي في عنا مشكلة أكبر من هيك بكثير إحنا التخطيط عنا هو غير مبادر التخطيط بشكل عام بالبلدات اليهودية هو مبادر هني بخططو وبعملوا البنية التحتية وبعدين بنبني إحنا في الوسط العربي بالعكس إحنا بنبني بدون شك لأنه ما فيش عنا خراية هيكلية وبدنا نلاقي الحلول اللي هي لازمة على أساس نسكن البنية التحتية بتلحق العمار فهنا الإشكالية الكبيرة فالبنية التحتية هي للترقيع وللترتيب وأكمول وليس هو حل جذري حلول مؤقتة حلول مؤقتة حلول مؤقتة وليس للمدى البعيد وهنا البشكلة الرئيسية فلذلك في عندك خلينا نقول عوامل اللي هي مربوطة بسياسة الحكومة والحكومة عوامل مربوطة بالسلطة المحلية والقيادة المحلية والمهنيين كمان علينا حق والإشي الثالث اللي هو المواطن كمان المواطن علينا حق لما منيجي بنبني مثلا في مجرى واد طب كيف بده شي يصير هاي أو منعطيش إشي أو حلول مثل ما تفضل الدكتور إنه في حلول لكل إشي في قلول منعطيش حلول لتصريف المياه فبدأت كل المشاكل أستاذ مصطفى ودكتور عبدالله رح نعود لهذا الموضوع متابعة هاي القضية ولكن معنا عبر الخط الهاتفي عفوا عبر تقنية البث المباشر من منطقة وادي السقيع في شف عمر السيدة ناهد سمنية ناهد أهلاً فيك ناهد أنت ناشطة اجتماعية ومديرة جمعية نما في شف عمر وانت موجودة في منطقة وادي السقيع احكي لنا عن الوضع هناك شو اللي صار عندكو في هذا الوادي شوية الأضرار اللي تسببت فيها الأمطار والفيضانات والسيول لأهالي المنطقة حارة وادي السقيع تقع شرقي مدينة شف عمر اللي تقع بين غسالة استلال تقريباً اللي فيها كل المي هاي بتنزل على مجرى الوادي اللي في حارة وادي السقيع هذا الوادي اللي بفيد كل سنة تقريباً بفوت على البيوت وما فيش حنيون سيارات كمان انه بتغرع السيارات فيها السنة هاي اللي تالت مرة بيت بغرع عنا كمان في الحارة وادي السقيع هو قريباً أغلب البيوت تيجي حاوليه على إطرافه على جنابه فهو دائماً بفيضة عنا كل سنة تقريباً هل كان في أضرار ناهد للبيوت يعني للمرافق الشخصية ساحات البيوت غرق سيارات في هاي المنطقة مثل ما شاهدنا طبعاً بمناطق تانية نعم كان في مضبوط كان في عدة بيوت قريبة شوي على الوادي فهي غرقت تماماً يعني الماء فاتت داخل البيوت كيف تعاملت البلدية مع هذا الموضوع السلطة المحلية هل كان في غرفة طوارئ هل كان في طبعاً تواقم إنقاذ ساعدت الناس بالمنطقة ولا الناس بشكل شخصي ومتطوعين حاولوا يحتوى الموقف بحكي لك على أغلب السنوات إنه هو اجتهاد شخصي من أهل البلد إنه هن بساعدوا بعض اللي عنده تركتور اللي عنده أدوات هو اللي بيجي يساعد البيت اللي غرق أو اللي هاي الغرق قبل يومين غرقت بيت أبو جهاد توجهنا للبلدية وفعلاً كان في مساعدة كان في سر تسعار فهي كان صرف سريع يعني هاي أول مرة أغلب المرات لا بعد ما نقرأ البيوت وإحنا أهل البلد إحنا اللي بنخلص حالنا بتيجي آخر إشي البلدية وبتساعد طيب سيدة ناهد يعني ما هو باعتقادك سبب ما شاهدناه في الأيام الأخيرة هل هذا مؤشر لعدم جاهزية السلطات المحلية البنى التحتيف إنها تتعامل مع حالة الطوارئ أم إنه كمان أيضاً يعني في مسؤولية مباشرة على السكان إحنا مش هاي مش أول مرة طبعاً إحنا حتى لما تيجي العصف أقل من هيك كمان بتفيض عنا البيوت والسبب لأنه هو موجود الكل بيتغاضى عنه موجود عنا وادي وادي كل سنة بنت لي ماء بس المشكلة اللي عم بتصير إنه العمار عم بيزيد وعم بيحطوش عبرات زي ما لازم في الوادي بيحطوا مواسير الغيري أقل تكلفي التنظيم برضو عليه حق اللي بيمضي على رخص بدون ما يجي يفقد إنه عن جد هاي البيت عم يتعمر فوق الوادي أو قريب على الوادي فيه تدفق مي سريع في هذا الوادي فالمواسير هاي ما بتكفي المي بتطلع من فويها بتفوت على البيوت فالخط الرئيسي عنا توجهنا أكثر من مرة للبلدية ولقسم الصرف الصحي كمان إنه وسعونا الخط الرئيسي اللي هو ما بيتحمل تدفق المي اللي بتصير كل سنة عنا فوادي الصفية فيعني كيف بيقولوها إذان من طيل وإذان من حديد فما كان الإشي ولا مرة كانوا يجاوا معنا وكانوا نتوجه البلدية بقولوا نتوجهه لمركز الصرف الصحي فالإشي كثير متعب الناس صارت تتصرف من حالة صار اللي عنده تركه وبيجي بفتح الخط إحنا بنغير ما هو سير يعني الناس صارت تشتغل لحالة بطلا نركن على البلدية إنها تيجي يتخلصنا من هاي الأشياء طيب ناهد حسب رأيك شو اللي لازم يصير يعني أنت ذكرت إنه هاي المشكلة بتعانوا منها بهذا الوادي من سنوات شو اللي لازم يصير عشان نتجنب هذا الوضع كمان في حالات مستقبلية وقريبا رح يكون في عاصفة أو حتى للسنة الجاي المفروض يتغير الخط الرئيسي لأنه هو صغير ما بيسوع بكمية المياه اللي بتكون بالشارع ولا اللي بتكون بالوادي أغلب من عبير مواسير اللي بيوصلوا هاي المياه الوادي لخط الصرف الصحي الرئيسي والخط الصرف الصحي الرئيسي بتحملش كمية المي لأنه فيه كمية مي كبيرة الوادي يعني بيصير بعرض ثلاث أربع متار كل شتوي والخط الرئيسي عنا في هذا الحي كتير الموسير الصغيري بععرف شو اسمهن يعني بصبت بس بتحملوش هذا كمية المي الهائل اللي بتصير فأغلب المرات توصل المي هاي لمنطق معينة في الخط الرئيسي وبترجع على البيوت عشان هيك البيوت بتفيد من الحمامات من نص البيت يعني بتفيد عم بصير هيك مع الناس السيدة ناهد سمني ناشطة اجتماعي ومديرة جمعيتنا ما شكرا لمداخلتك القيمة معانا ونتمنى لكم الأمن والسلام في المنطقة دكتور عبدالله طبعا يعني احنا اسمعنا مداخلي من السيدة ناهد وهذا وضع شائع ومنتشر في معظم البلدات هل تأغيرات العلبية التي حصلت في الفترة الأخيرة مثل يعني ذوبان الثلج في القطبين وكمان الحرائق في أستراليا لها يد مباشرة وتأثير على المناخ المحلي لنا؟ كل ما يحصل في على مستوى الكوكب نعم له تأثير ارتفاع أو كل يعني الحرائق تؤدي إلى ثاني أكسيد الكربون ونسب بنسب هائلي عدا عن أنه النباتات هي التي تعطينا والأشجار التي تعطينا الأكسجين فتقليل الكمية لأكسجينb ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون لكن الأخطر وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون يعني ارتفاع درجات حرارة الكوكب وهذا يعني ارتفاع درجة حرارة المياه والمحيطات وهذا التأثير الأساسي المحيطات تقرر ما يحصل لدينا هنا وكل ارتفاع في درجات الحرارة يؤثر على مستوى الكوكب نعم ما يحدث هنا أو كل هذه السياسات الخاطئة أو الاستهتار حتى في يعني أي عائلة كان لازم ينسمح أن تستمر الحرائق بدون تدخل سريع كان في البرازيل قبل وكان في أستراليا ليش لكم مر كل هالأدي وقت لنفهم أنه اقتصاديا أصلا لجبت لجبتكم أنتم يا دول مصنعة أحسن لكم أن تتواءوا الكوارث اللي عم تصير اليوم خبل ما تحدث خبل ما تحدث فأعتقد أن المسألة هي مسألة رأس المال الذي يريد الربح الآن وليس غدا وهذه سياسات خاطئة على مستوى الكوكب ولكنها مدمرة أعود وأقول قبل السنوات قليلة ظننا أن هذه التأثيرات ستأخذ زمن طويل لتبدأ بضرب الكوكب لكنها بدأت الآن وهنا نحصد ما كنا نتوقع سنعود لهذه النقطة لنعلم كيف يجب تدارك هذا الوضع الذي دهمنا مبكر جدا أستاذ مصطفى نعود إليك يعني ذكرت كل قضية البنية التحتية وعدم الجاهزية والتركيز على ما هو فوق الأرض وليس على ما هو تحت الأرض هل هناك إمكانية الآن لترميم شبكات صرف المياه أو ترميم البنية التحتية لنكون جاهزين أيضا خلال هذا الموسم أم يجب الاستعداد والتحضير لها للموسم المقبل طبعا هناك تخطيط للمستوى إلى المدى البعيد وتخطيط للمدى القصير لا يمكن أن نخطط بفترة زمنية قصيرة كميات هائلة من مثلا الوديان أو مواسير الصرف المياه وما شابه ذلك بدأها مدة طويلة ولكن هناك إمكانيات حلول نقطية خلينا نقول اللي ممكن نسويها مثلا بوادي السقيع اللي هي فتح مجال الوادي حتى لو ما كانت المواصير الصغيري قيمان المواصير فتحها بسرعة اللي تعطي مجال لإندفاع الماء إلى الأمام مشكلة اللي حكت الأخت أن مشكلة المباني اللي بتسكر مجرى الوادي فإذا قمنا مجرى الوادي المباني العوائق خلينا نقول نحن نحلها ولكن يجب أن يكون دائما تخطيط للمدى البعيد ويعطي الأولوية للحلول المشكلة الأساسية بالحلول مثل ما قالت أنه المواصير الصغيري اليوم المخطط للمجاري بده يجي أو لصرف المياه الأمطار بعمل إحسابات قد دي ساعة المصورة فباخد لعشرين سنة إلى وراء قد دي أكبر يوم نزل فيه مطر فبيجينا مثلا عشرين مليمتر فأجينا ميت مليمتر إيش بدنا نساوي؟ على أساس يساوي لميت مليمتر نفرض خلينا نقول الميزانية بدأ تكون ثلاث أربع أضعاف الميزانية لعشرين مليمتر فعدم وجود ميزانيات عدم وجود الموضوع على سلم الأولويات الحكومي والحكومات المختلفة والسلطات المحلية المختلفة مع احترام إلها بالإضافة لذلك في عنا ثقافة عدم الاهتمام بالبنية التحتية وثقافة عدم الاهتمام وخاصة في القرى العربية وهذه النقطة مهمة جدا يعني لما بيجي غسالي خرباني وين منحطها؟ بالواد أشياء خرباني منحطها بالواد ثقافة النظافة المجاري وثقافة الاهتمام بالنظافة وثقافة الاهتمام حتى بالبيئة كلياتها والبناء الأخضر أو البناء الاستدامي مش موجود بأن هذه مسببات عوائق أيضا كمان لكل قضية صرف المياه وتدفق المياه فعندنا إشكاليات كثيرة يجب أن ولكن هناك مثل ما قلنا أنه فيه أشياء ممكن بشكل رأسا نحلها وفيه أشياء ولكن بدنا دراسات وبدنا تخطيط للمدى البعيد اللي يأخذ ولكن بدها ميزانيات إننا نجيب الميزانيات هاي المشكلة نعود لتوصياتك أستاذ مصطفى دكتور عبدالله طبعا يعني إحنا شهادنا طقس مجنون الناس هيكي وصفته طقس مجنون طقس غريب يعني درجة حرارة مرتفعة كانت لبداية شهر ديسمبر إحنا وكأنه توقيت صيفي ولكن إحنا الآن اليوم على إعتاب يعني بوضع غير متوقع هل سنشهد استمرار لهذه المفاجآت يعني قريب جدا الحديث عن عاصفة قريبة ستبدأ بعد يومين نعم للأسف أو لم أعد أدري لأقول لأسف نحن في حيرة من أمرنا الحالة الماطرة أو حالة المنخفضات الجوية مستمرة هناك مرتفع يعني بآخر حسبات الحد مبارح المرتفع فوق أوروبا مستمر حتى 15 شهر يعني هذا يعني أنه لحد 15 شهر ما فيش تغيير بعنا من ناحية وصول المنخفضات الجوية وأنا أعتقد أنه المرتفع الجوي اللي فوق أوروبا رح يستمر فبحالة استمر معناها رح يكون عندنا سلسلة أخرى اللي ممكن تكون عاصفة بهذا الشكل اللي شفناه حتى وممكن تكون ممكن تكون أشد أشد يعني هذا هذا الإشي اللي لازم يكون واعين ومنتبهين لإله التوقعات الجوية حسب رأي مش أكثر يعني التوقعات المنخفضات لحد خمس ستة أيام توقعات دقيقة بالنسبة لحال الجو لحد 72 ساعة لكن بدر أقول لك أنه اللي احنا شايفينه أنه الوضع لسه ما انتهاش بالمرة وفيه منخفضات جاي بطريق يوم الأحد رح يوصل بساعات المنخفض طبعا منخفض متوسط إلى صغير رح يكون سريع رح يكون عندنا يومين اللي هن شوي راحة وانجهز حالنا للي جاي لأنه إذا صدقت المعطيات فعلا إذا المعطيات اللي إسه إحنا شايفينها حاليا صدقت معناها جاينا كمان مخفض مش مش أقل من اللي كان توسي سريع ونحن على مشارف الإنهاء دكتور عبد الله وأستاذ مصطفى دكتور عبد الله توسي إلى الناس مهم جدا الناس تنتبه على أول شي متابعة بيانات الجبهة الداخلية المناطق احنا منعرف المناطق الخطرة ما فيش حاجة نطلع نتفرج عليها يعني الوضع خطر لدرجة أنه ما تطلعش نتفرج بالظبط تاني شي يعني لما إحنا منحذر إحنا كمؤسسة الجبهة الداخلية لما لما الواحد بيحذر بفكر ألف مرة قبل ما يحذر لما من أول تطلعوش يعني بجد تطلعوش تاخذ الأمور بجدية بالظلط ولا تخسر حياتك بعدين ممكن يعني كما مرة ممكن يكون في حاجة البيت المحلي اللي حواليك يكون بحاجة لإلك لما في تحذير أنا بنصح أنه نتبع تحذيرات حتى لو ما صارش إشي أدرهم وقائي خير من قطار علاج طبعا أستاذ مصطفى بالإضافة للي قاله الدكتور نقطتين مهمات التفقيف البيئي مهم جدا عندنا لأنه كل تأثير في العالم بأثر على كل الكرون الأرضية النقطة الثانية المهمة وضع البنية التحتية على سلم الأولويات إذا كانت بالحكومة والمجالس المحلية والسلطات المحلية القوانين والعقاب في قانون وفي عقاب يكون وإذا إن وجدت الميزانيات يجب أن يجد الميزانيات وأعضاء الكنيسة لازم يهتموا بإيجاد ميزانيات للبنية التحتية وخاصة لو قرأة العربية المهندس مصطفى أبو رومي شكرا لك على هذه المداخلة القيمة دكتور عبدالله خطبة شكرا لك وعلى التوصيات أيضا شكرا لك ومن هذه القضية ننتقل وإياكم إلى محورنا الأخير وهو محور مصيري يجمع تحت كنفه الكثير من الصراعات والطموحات ويتسبب بالسعادة أو البؤس للكثيرين نتحدث عن الحق في السكن نتحدث عن الحق في الحصول على قسائم لبناء بيت لمن لا يملكه وعن كيفية تحكم دائرة أراضي إسرائيل بهذه السيرورة وعن قيامها بالتلاعب فيها ومصائر الكثيرين لاستجلاء أراء الناس حول هذه القضية تعالوا نشاهد هذا التقرير تلاعبات في توزيع قسائم البناء والردود عليها الدولة خاصة أسعار خصوصية للأزواج الشابة بس برضو بظل غالي وبنحاول إحنا أنه أسائل مجلس العربي بشكل عام والحكومة أنه تنزلها إلى أسعار على أساس أنه قدر الأزواج الشابة تتزوج لأنه اليوم طلع خاصة بكرة الفريديس تعال شوف بعينيك ما لأن أزواج شابة اللي قاعدين في الأجرات اللي يعني الزوجة والزوج بشتغلوا ومش ملاحكين على الحياة هاي وفيش معهم أي مبلغ أنه يقدروا يستطيعوا يبنوا فوق الدولة غلطانة بكل شيء أول شيء حسب التحسين حسب الضرائب اللي يطلبوها يعني البناء آدم اللي بدي يطويه بأرض بدي يدفع قد حقها المرة أربع مرات وين القانون يعني أنا أنا شتريت قبل عشرين سنة وما طوبت يعني إسا بدي أطوب بدي إذا الدلم حقه مئة ألف بدي أدفع أربع مئة ألف بروح بيقدم لشيون بدي يقدم لشيون يأخذ إنه مشكنتها المشكنتها بتشفيهوش بس للتشديد حتى بيقدرش يتشمي البناء المصاري المشكنتها اللي بدي يأخذها بيقدرش يتشمي البناء كلهم هنا عمال فاكرين يبقى على اليومية اللي بتكاظة يعني ستة لاف خمسة لاف أربع تلاف أنا مثلا عندي ثلاثة ولاد شباب مش عارف وين نروح بيهم لو بدي أشتغل أنا وثلاثة ولاد من حصلش حق كسيمة أرض ولو أشترينا كسيمة الأرض معناش إن شمي البناء بيقولوا أول إش سعرها غالي وبناء أدم عادي بمطوة كل تنين تلاتمئة وخمسين متر كيف يفهمت عشان ترجعت يعني دوري وحرام على إش فاضي ما أعرف الناس هاي حطت على أدم الطلاب والآخر ترجعت كيف طلبوا منه تعجيز يعني آه في تعجيز أنا حسب رأيي أهوى للزوج تسريم إسا يجوا يشتروا دار جاهز خالصا مخلصا مدام يجوا يشتروا أريض ويعمروا عليها لأنه الإشي يعني كمعات بلتقف شري لازم يكون معا كتير مصاري عشان يعني لازم لك تتسنى لك تتسنى وقت عشان تقدر تيجي أن تشرق أريض وتعمر عليها بعطيك مثل أخوي أنا تجوز كاعد في الأجار بيدفع 2500 شكل مدون مي مدون كهرباء مجوز وكاعد في الأجار وفيش معا يعني مثلا أنه يبني بظل أرخص بظل أرخص نسبيا لنسبة لأيه غالي بس بظل يا حسيت أرخص بعدما شاهدنا واستمعنا لأراء الناس سوف نعرض أمامكم حالة لبعض المواطنين المعترضين على قرارات دائرة أراضي إسرائيل التي يعتبرونها غالبا ما تكون غاشمة ظالمة وغير عادلة وعلى إثر ذلك قرروا التوجه للقضاء والحصول على قرار محكمة لإيقاف المؤقت لعملية توزيع القسائم لحين إصدار قرار نهائي بالقضية للتعرف على التفاصيل نرحب بسيد حسين الحاج وابنه حسن حسين الحاج هو طالب يدرس المحامة أهلا وسهلا فيكم أستاذ حسين شاركنا أكتر بالتفاصيل باختصار القضية شو اللي صار معاك وكيف وصلتوا للمحكمة احنا تقدمنا لمناقصة لشراء أرض لستة وحدات سكنية بليفريديس واستوفينا كل الشروط لهذه المناقصة طبعا كدمنا وللأسف بعد ما أجانا الرد من دائرة أراضي إسرائيل أنه ألغوا اشتراكنا بالمناقصة حسب دعاءاتهم أنه احنا ما استوفينا كل الشروط احنا توجهنا كمان مرة لدائرة أراضي إسرائيل لتبرير الأمر وللأسف كان جوابهم كثير إجحاف بحقنا بعد ما شفت أنا هذا القرار قررت أنا وابني والشباب اللي كانوا معنا أنه حتى لو الإشي يكلفنا مصاري أنه نأخذ نستشير نكمل مع المكتب المحامي رفعة مرعي ونكدم استئناف على القرار لدائرة أراضي إسرائيل طبعا إحنا كدمنا استئناف والمحكمة كبلت الاستئناف تبعنا ولازم كان يكون بستة الشهر توزيع الأراضي على المجموعة الناس اللي ربحوا والمنهال أعلن الناس اللي ربحوا دائرة أراضي إسرائيل أبلغ الناس اللي فازت أنه حاليا تم تجميد القرار لحتى قرار المحكمة اللي هو بثلاثين الشهر حسن طبعا أنت رفقت والدك بهذه القضية وكيف فهمنا أنه أنت كنت منخرت تماما يعني في كل الخطوات وكمان في المحكمة أحكي لنا بالضبط شو اللي دفعكوا للتوجه للمحكمة يعني أنت الوالد ذكر أنه أنت استوفيتوا الشروط يعني واستوفيتوها أنه الحصول على المناقصة ومع ذلك إجراد سلبي شو اللي دفعكوا وهل كان فيه كمان دعم من الناس حواليكم أنه تجندوا ونضموا لإلكم شوفي الإشي كان أنه بالبداية ما أفمنا إحنا سبب الغاء المشاركة لأنه ما كان واضح الإشي بعد ما مركنا ورجعنا أنا ولمحكمة رفعت طبعا على الدفتر المناقصة نفسه شوفنا أنه هناك فيه بند اللي بعاكس البند اللي هم بيستندوا عليه اللي هو إيش هذا البند كان؟ البند كان أنه فيه حالة زي ما يقولها تسعم شتافة اللي هي اقتراح مشترك كل فرد من الاقتراح نفسه مفوض أنه يحط أو يكتب الحالك تبعه أو الكسم تبعه الجزء تبعه الجزء تبعه المقصود المساحة في الأرض الجزء تبعه من الوحدات السكنية ككل يعني لدينا ست وحدات سكنية فالجزء تبعه كدش من الوحدة السكنية من الأرض ككل وهذا اللي إحنا حطيناه وقتها إحنا كنا خمس أشخاص يعني فحطينا أنه كل واحد الشباب اللي كانوا معي ثلث 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 وإحنا حطينا طبعا سدس 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 يعني من جهة بتعطيكو أستاذ حسان الخير أنه أنتوا تقسموا بشكل شخصي ومن جهة تانية تعترض على الطريقة اللي قسمتوا فيها إحنا هذا اللي لاحظناه يعني إحنا خذنا الدفتر وتابعنا الموضوع يعني بعدة بلدان عربية كانت في القرع وبعرعرة أنه شفنا أنه المنهال بتعامل مع هذه البنود يعني زي لسك نفس البنود هاي موجودة كل البلاد إحنا بنرجع ونقول لو اليوم دائرة أراضي إسرائيل كانت مش معنية بهذا البند كانت لازم يجي بغلا تيجي تقول أنا هاي اللي بدأ أكسمن لستة أو لخمسة أو لأربعة ما تعطوناش الحق أنه إحنا نعمل التقسيم حسب كيف شونا بمناسب ومن ناحية ثاني أنه أنت تطلق وترفضونا يعني هذا يجحاف كان أستاذ حسان إحنا رح نرجع لك وحسن نكمل معاكم الموضوع ولكن رح ننتقل سوية معنا عبر الهاتف السيد عروة سويتات مخطط مدن أهلا فيك أستاذ عروة أهلا يا أهلا أكمن أهلا فيك أستاذ عروة طبعا إحنا يعني منحكي عن كل قضية إلغاء المناقصات وهنا في سابقة قضائية اللي توجه فيها الأستاذ إحسين للمحكمة وبناء عليه حصل على إنجاز يعني أحرز إنجاز بتوقيف المناقصة يحكي لنا شوي أكتر عن الجانب الإسكاني الجانب التخطيطي كل قضية العلاقة بين المواطنين في هاي المناطق وبين دائرة أراضي إسرائيل وين الإشكالية؟ ليش في تخبط؟ وشو سبب هاي الثغرات؟ أكتر مهم إيمانا إنه نفهم إنه هاي الحالة طبعا تنضم لمئات من الحالات من المجتمع العربي اللي عم بيواجهوا تدخل سافر في قضية الأرض تبعتهم في قضية التخطيط في البلدات العربية خصوصا إنه هاي الحالة طبعا متمثل وبتعبر عن التخبط زي ما حكاتي والتردد وأزمة التخطيط الإسكاني في البلدات العربية لأنه في السنوات الأخيرة تحديدا منذ 2015 صار في تحول في سياسات الإسكاني تجاه البلدات العربية بالأساس نحو وتعتمد تكسيف البلدات العربية على الأراضي الخاصة فأنا من خلال فحص اللي عملته لهذه المخططات منذ 2017 تبين إنه الدولي خططت لتقريبا أربعين ألف بيت في سبع بلدات عربية في كتافة عالية جدا في مناطق اللي تتراوح تقريبا أربعة وخمسين بالمئة منها في أراضي خاصة يعني الرقم هو طبعا إذا منعمل لحساب تقريبا تحديد أكثر من 6 ألف دنم من الأراضي العربية الخاصة بكتافة عالية بدون ولا أي تخطيط لا إذا لما منشوف في المخططات ومندخل وطبعا مراقب الدولي قبل خمسة وشهر أصلع تقرير اللي فحص هذه المخططات وفحص مدى تنفيذها وبيّن إنه هناك فجوة بين التصريحات وبين الأقوال وبين النظرية اللي الدولي اليوم عم تيجي بتقول إنه أنا عم بعمل مخططات لحل أزمة السكن لبين الواقع اللي بيبين إنه هاي المخططات بتكرس أزمة السكن خصوصا إنه هاي المناقصات وهاي المخططات ما بتتلقى أما مع ثقافة الإسكان ولا مع ثقافة المجتمع ولا مع طريقة حياة اللي هو بده يختارها تمالها بدون مشاركة لإله بتجاهل كامل لحتياجاته حتى مراقب الدولي بيّن يعني إنه 42% من هاي المخططات تم إغلاقها عم نحكي إحنا تقريبا إنه 30% فقط من هاي المخططات عم بجرى تنفيذها يعني تقريبا أغلب هاي المخططات تقريبا 70% من هاي البلدات هناك تخطيط على الأراضي الخاصة بشكل غير ملائم لا لاحتياجات السكن ولا ثقافة الإسكان فقط الدولي بدأت تفرجي إنه هاي عم تعمل مخططات ولكن هاي المخططات بأرض الواقع عم تفشل أنا حبر على ورق بالضبط وهي طبعا هنا تحدي كبير أمامنا كمجتمع إنه إحنا نعبر عن الضرورة القصوى في إنه أي تخطيط في بلداتنا لازم هو ينتج من في إيدينا ويعبر عن طموحاتنا وعن احتياجاتنا مش بالرغم مننا وهذا اللي عم بيصير بالبلد داي بريديس وبلدات كثيرة جدا في بلدات عربية طب أروب بشكل كتير سريع نصيحتك للمواطنين اللي بتعاملوا مع دائرة أراضي إسرائيل هل في جهة قانونية بإمكان إنه يتوجهوا له على الاستشارة؟ يعني طبعا هنا كتير مهم إنه إحنا نبين إنه هاي القضية مش قضية فردية وهاي واحد من التحديات كمان إنه الأفراد مجتمعنا العربي عم بيتعامل مع هاي الأزمة كأفراد مش كمجتمع وهذا يعني إنه نات في حاجة لنضال قانوني وسياسي وتخطيقي دمج بين هاي وجهة مهيرة يعني دمج بين هاي الأربع مستويات اتجاه هاي المخططات وتوضيح للدولي بالتعاون مع السلطات المحلية بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية مختلفة بالتعاون مع القوى السياسية المختلفة وبالأساس من قوة الناس المتضررة النتيجة تقول للدولي إحنا أي تخطيط في بلداتنا لازم يتلقم ويعبر عن احتياجاتنا ويكون بموافقتنا ومشاركتنا مش بالرغم منا وبشكل فوقي واستعلاقي كيف عم بيصير الآن طبعا نكون لديهم تأثير السيد عروة سويتات مخطط مدن شكرا لك كنت معنا بهاي المداخلة طيب يعني أستاذ حسين وحسن إحنا اسمعنا مداخلة السيد عروة يعني أنتم حققتوا إنجاز متوقع أنه تحصلوا على كمان قرار قريب حسن قلت أنه في نهاية الشهر هل في أمل أنه عن جد يكون فيه يعني القرار بصالحكو وشو معنى هذا القرار إذا فعلا كان بصالحكو كيف رح يأثر على المواطنين في البلد إحنا عملنا كبير أول شيء متأمل خير من ناحية قانونية قبل أي تصدار لقرار التجميد القاضي لازم يفحص هل فيه إمكانية أو نسبة منيحة اللي ممكن هاي القضية تنجح فهذا الإشي بعطينا أمل هذا مؤشر طبعا أنه في صالحكو مؤشر أنه القاضي ممكن ممكن يعتقرار بأنه يدخلنا من جديد يشركنا من جديد في المناقصة وفي عملية توزيع القسائم لأنه من الآن مكبر يعني من الآن في عندكو بارقة أمل أستاذ حسين طبعا أنتم أحرزتوا هذا الإنجاز وفي بعد مرافقة قانونية من المحامة إلى جانبكو كيف كان الصدى في البيئة المحيطة وخاصة الأشخاص اللي توقف حصولهم على المناقصات وبإجاز لو سمحت إحنا قريبين جدا للإنهاء طبعا إحنا مش ضد الناس اللي ربحت اللي ربحت مبروك عليها بس الناس اللي خسرت عقبال الناس اللي ربحت هي أكبر إحنا كمنا بهذه العملية عشان نغذر نعطي للأدوار اللي جاي إذا اليوم المنهال الأرض بليفريديس وصلت مليون ونص دائرة أرض إسرائيل المرة جاي بيصير بثنين مليون ليش؟ لأنه بسبب أقلة الأراضي الناس راح تحط مبالغ كثير طائلة إحنا بالنسبة لإنه الإنجاز هو إنه دائرة أراضي إسرائيل بدأتفكر مليون مرة قبل ما تنزل أي ملاقصة للمستقبل بليفريديس لأنه حسب رأيي أنا مجرد إنه المحكمة كبلت الدعاء تبعنا هذا بنعد إنجاز دائرة أراضي إسرائيل لازم ترد على الدعاءات تبعوتنا خلال 21 يوم وأنا بتأمل إنه يكون هذا الإشي إنجاز لليفريديس وزيما كان للأخار وصويتات وللوسط العربي إن شاء الله المشكلة تبعتنا إنه إحنا من خاف لازم نحط الخوف على جنب ولازم نتكاتف أيدي واحدة هذا الكفاح اللي ذكروا إحنا معنا مش لكل وافك إنه ينضموا إنه ينضموا لإنه لهذه المجموعة وحدة للأسف لأنه الناس ما حبت تشارك وتدفع لأنه هذا ليش بكلف السيد حسين طبعا إحنا رفقنا كو في متابعتها القضية وعلى أمل إنه يكون القرار المستقبل إن شاء الله وشكرا لإلكوا على المداخل القيم والمشاركة وبتوفيقكم إن شاء الله شكرا لإلك نذكركم مشاهدين أنه بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الخاصة بقناة مسواة على اليوتيوب مسواة شانيل فيسبوك إنستجرام وتويتر ما تنسوا تعملونا سبسكرايب لأن مشاركتكم بتهمنا أعزاء المشاهدين لهون منكم وصلنا لنهاية برنامجنا إلى اللقاء مجددا يوم السبت المقبل الساعة التاسعة والنصف إلى حينها لكم من ناطب الأمنيات دمتم بكل الخير السعادة والأمان إلى اللقاء اشتركوا في القناة